موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأعزاء ومشاهدين قناة الصحة والجمال قناة الأسرة المصرية وحشتونا جدا 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 من الحلقة اللي قدر ان شاء الله النهاردة الحلقة تكون مميزة جدا هنتكلم عن موضوع شاغل الناس كتير بيجي عليكم منتج كتير قوي ظهور الجن في المنام تابعونا الحلقة هتبقى شيقة جدا وهتبقى حلوة جدا نتظرين مكالماتكم وعلى أرقام الفون اللي نزلة على الشاشة طيب نبتدي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة تنحل بها العقدة تنفك بها القرب وتفتح لنا بها أبواب السطر والصحة والرزق يا رحمه ظهور الجن في المنام أو المنامات اللي فيها جن بتبقى من الأحلام المفزعة حتى لو مش عارفين إن هي رؤية صالحة أو إن هي رؤية خير لأن في كتير منها رؤية خير لكن هي من الرؤى اللي بتأزينها نفسيا بنصحة من النوم مفزوعين اللي هو أنا شفت حاجة قوية حاجة ممكن تأزيني ودايما الناس ربطين ظهور الجن في المنام إن كده فيه فيه أزاب أو إن الشخص ده مأزي في حاجة معينة البيت ده فيه حاجة وهكذا ده ما بيكونش حقيقي خالص لأن الجن في العموم ما بيظهرش على شكله الطبيعي أو شكله الحقيقي ومنفعش أصلاً يظهر لنا على شكله الحقيقي لأنه هو مفزع أكتر ما بنتصوه فهو لما بيظهر لنا في المنام على أشكال مخيفة بيبقى مثلاً شايفينه في البيت شايفينه حوالينا في المنام بيكون ده بيدل على ناس في الحقيقة ناس عاملين إزاي بيبقى في الغالب ناس لصوص أو ناس مثلاً مطلصصين اللي هما بينقلوا الأخبار ناس من كاشف الأسرار أنت بتروح لحد مثلاً لي علاقة بالدجل والحاجات دي وهكذا ولكن بيكون على حسب الرأي على حسب الشخص اللي شاف المنام الشخص اللي شاف المنام أعزب متزوج امرأة حامل مطلقة بتفرق طبعاً لو مثلاً اللي شاف المنام ده حد نايم وهو بيفكر في موضوع معين أو شاف مثلاً فيلم معين فيه مشاهد مخيفة مرعبة ده بيختلف وبيكون ده لي علاقة بعلم النفس أكتر من أنه تفسير للحلم طيب معنا تصول ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم محمد أهلاً بيكي حبيبتي وحضرتك والصحة والسلامة يا رب تفضلي عندي حلمين لجارتي تفضلي أول حلم هي جوزة متوفرة الحقيقة وهي هي ايه؟ جوزة متوفرة الحقيقة تمام كملي وهي جوزة زوجة تارية وكان نتجوز أبنها ومعهم دات كبيرة معي حضرتك؟ أه يا حبيبتي كملي أدي لها حاجة إيدها أدي حاجة إيدها الممراتي أيوة سمعت حبيبتي أنا مركزة معك كملي دا أول حلم دا أول حلم ماشي؟ ماشي حبيبتي الحلم التالي تفضلي النص في جوزة دا برضو حلمة هي قاعدة على ترعة كده والترعة دي عليها نخلة والنخلة دي نازل منها جريبتان الجريب عليها إيه؟ عليها إيه؟ عليها نخلة الترعة عليها نخلة دخلة؟ نخلة فوق الترعة نخلة نخلة آه نخلة أوكي تمام النخلة دي نازل منها جريبتان الجريب آه نازل منها جريبتان جريب متوفرين فحل الكوزة ده برضو اللي قاعد على الجنيد الجنيبتين دهون نتمدد على بطنه ونرز اللي ليه تودع فهي دخلت سرعة كتا وراحت حضلتني على شارته أبل ما يقع في المية تمام وصلت حبيبتي وصلت شكراً لتصوالك طيب هو أولاً يا محمد هلازم تخرج صدقة أو لا مش صدقة هي صدقات كتير لأنه هو محتاج صدقات كتير جداً 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 النوم على البطن في المنام ده حاجة وحشة جداً لأنها ربنا يعفينا ويعفيكم يا رب دي بتبقى النومة أهل النار فدي حاجة مش حلو هو عليه زنبي يعني هو ظلم حد أصلاً ظلم قوي جداً والمظلوم ده ما تردتلوش المظلمة يعني هو ما سامحوش هو ظلم حد في دنيته والشخص اللي ظلم ما سامحوش فهو متعذب بسبب الموضوع ده وفيه حد من أهل بيته ليه كشف ستر فتخرج صدقات كتير جداً ويعني تتصدق على روحه وتدعيله كتير قوي ربنا يرحمه ويغفر له يا رب الله يرحمه ويغفر له والله أعلى وأعلم طيب نكمل ظهور الجن في المنام قلنا ظهور الجن في المنام بيبقى الأصحاب الاحتيال لأمور الدنيا يعني اللي هما الناس اللصوص المتلصصين الحاجات دي كلها الناس إلى حد ما الكذبين والمتلونين يعني الناس اللي هما ما لهمش صفات واحدة دايماً لابسين مسكات دايماً أقنعة دايماً على وشهم أقنعة مش ناس واضحة مش ناس صريحة مش ناس ينفع تاخد منهم كلمة وتمشي على أساسها يعني مثلاً لو حد شاف في المنام أنه سيصلى استخارة مثلاً وبعدين بعد الاستخارة دي شاف أنه هو حلم بالجن لو الشخص ده داخل شغل فبلاش منه لأن الصاحب الشغل ده أو الشريك في الشغل ده هيكون شخص مفهوش خير هيبقى خاين هيخونك مثلاً في رزقك هيسرق من مالك مش هيبقى الشغل في خير لو حد بيصلى استخارة وهي على زواجه شاف الجن في المنام فبتبقى الزوجة أو الزوج ده ما فيهوش خير خالص يعني ظهور الجن في المنام مش دايماً بيبقى لي رؤية صالحة إلا إذا إلا إذا المرأة من الجن ده كان أو المرأة من الجن ده كان حد حكيم يعني حد بتتكلم معي وانت بتتكلم مع الجن هنكمل ده بعد الاتصال قالو أتفضل يا أحمد أنا سوا عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك كانت وديتي شافتلي منام إن أنا بديها مبلغ من الفلوس في وقت إن أنا مزنوك فايا يعني أنا مزنوك الفلوس بس هي حليتلي إن أنا بديها مبلغ من الفلوس والدتك شافت منام إن أنت بتديها مبلغ من المال صحي كده؟ مبلغ آه آه تماماً طب المبلغ ده كان قد إيه كان كام يعني؟ إيه بتقول تقريباً وقرب 14.000 جنيه كام 4.000 جنيه؟ 10.000 جنيه 10.000 جنيه أوكي تمام يا أحمد إنت متزوج؟ متزوج طبعاً يا أحمد هفصر لك حاضر شكراً على اتصالك بسم الله بص يا أحمد هو أنت عندك ضقيقة مدية يعني فيه ضقيقة مدية عندك فيه قرب في المال المفروض إن إنت يعني إنت اللي محتاج مال مش هتطلع مال لأ أنت اللي محتاجه وإنت محتاج دعوات والدتك في القرب ده ده أولاً ثانياً أنت فيه حاجة نفسك توصل لها وبتسعى لها كتير لكن لحد دلوقتي هي ما تمتش ودايماً عندك إحباط إن الموضوع ده ما بيتمش لكن جايلك في الرؤية إن المفروض إن إنت لا تحبط ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنت المفروض يكون عندك أمل وتفضل تجرب حاجات تانية يعني إنت فشلت في حاجة مش معنى كده أن إنت فاشل ده معناه إن إنت عملت الحاجة دي غلط أو إنت الطريق اللي إنت مشيته ده مش هو الطريق اللي هيوصلك للحاجة اللي إنت عاوزها فتجرب طريق تاني وتجرب وسيلة تانية علشان توصل للي إنت عاوزه إنت ما فشلتش لكن اخترت طريق إلى حد ما مش هو الطريق اللي هيوصلك مش هنقول طريق غلط صح الحمد لله يعني لكن اختار طريقتين ورؤية الام اصلا يعني ايا كانت هي لها اساسها ولها صحتها رؤية الام صادقة مهما كانت الام دلالة على صدق الرؤية والله اعلى واعلم طيب لو شفنا في المنام اني بكلم جن مثلا دي انا هتكلم مع شخص حكيم شخص كبير شخص عائل هيديني نصيحة والنصيحة دي هتكون مفيدة ليا والمفروض ان انا اخد بيها يعني لو شفت جن في المنام وقال لي حاجة هيخد بالكلام ده لان هو ما بيبقاش جن وهو بيبقى شخص في حياتي حكيم حكيم ولكن عنده دهاء يعني عارف ازاي يفكر عارف ازاي ياخد قرارات وهكذا طيب معنا تصال تاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا احمد نزك نزك تلكل اكبار الحمد لله في نعم انا احمد ربنا والله يا جسد الكل انا كنت نايم برضه كده نومة كده وتاع فنزك يعني زي ما تقولي شفت الدبدوب الزغير ده شفت ايه؟ شفت الدبدوب الزغير الدبدوب اللي هو الدبدوب الزغير ده الدبدوب؟ اه الدبدوب الزغير الى بتاعز ايه مدينة تاعتاة الاطفال كده ببادل هيكبر عانا شوائي فانا وانا نايم كده فهو الدا تا بتبت تكلمني بيقول لي انا جن رحت انا مزكوا كده بيقولك انا ايه؟ هو بيقول لي كده بيقول لي انا احس ان هو جاي عليها كده فانا بيقول لي اهلي اللي هو مراطي وعدمان بيقول له ما تتصدقوا ده جن ده جن ومزكوا بيدي كده لحد ما موته موته كده في يدي كده سمعني حضرتك؟ ايوه سمعيك بس فالمهم النوة مات يعني فأنا عايز أعرف يعني دي الرؤية دي ولا هي بالضبط يعني متزوج يا أحمد أنا متزوج يا أحمد الله ومعي بنات متزوجين كمان يعني أنا بنت معها أربع يال كمان ربنا يبارك لك فيه مرزقك بالرهم حاضر تابعني هفسر لك شكرا على اتصالك رؤية الدبدوب إنه هو بتحول جن أو إنه هو بيقولك إنه هو جن فيه حاجات عندك في البيت إلى حد ما متتحركش من مكانها يعني حاجات بتتركن كتير والمفروض اللي هي فيه طاقة سلبية في البيت يعني تمام فأنت المفروض الحاجات دي تتغير علشان بيبقى إلى حد ما بيبقى فيها أزا يعني والله أعلى وأعلم من علم الطاقة إنه المفروض نحرك كل حاجة في البيت كل فترة ما ينفعش نخلي الحاجة زي ما هي مركونة لفترات طويلة ما ينفعش ما نفتحش شبابيك ما ينفعش مثلا الأنتري ما يتغيرش قضية النوم مثلا الحاجة اللي مركونة فيها تفضل مركونة فيها دي بتدينا طاقة سلبية فبتخلي بيبقى فيه أزا في البيت مش المفروض إنه ده يحصل في الطبيعي المفروض إنه إحنا طول الوقت نحرك الحاجة اللي في البيت علشان نقول إن إحنا موجودين في البيت ده أو إن إحنا سكنين البيت ده سكنين المكان ده إحنا كبشر فما نديش فرصة لحاجة تانية تأزينه في البيت أو تدخل البيت والله أعلى وأعلم طبعا طيب نكمل رؤية الجن في المنام طيب لو شفنا إن الجن ده واقف جنب بيتنا أو قريب من بيتنا ده معناه خسارة يعني لو ما دخلش البيت لكن هو واقف جنب البيت ده بيبقى خسارة وفي الغالب بتبقى خسارة مال أو هنخرج مال ممكن نخرج مال لندر أو لصدقة لكن هي علينا يعني أنا مثلا قلت لو حصل لي كذا أنا هطلع صدقة كذا هي دي بتبقى برضو زي الندر وما طلعتهاش فالمنام ده بيجيني كتسكير بيذكرني إن في حاجة علي لازم تخرج أو مثلا إني أنا هخسر مال في حاجة معينة خسارة المال هنا مش معناه إن أنا هخسره ووزعل عليه أو هخسره في حاجة مالهاش لازمة لأ أنا هخسر المال ده يعني هخرجه يعني مالي هيكون إلى حد ما مش بتاعي بتاع حد تاني هيغضو حد تاني المفروض يستفاد بيه والله أعلم طبعا معنا اتصال ألو ألو تفضلي يا نورة أيها زي حضرتك الحمد لله يا حبيبتي في نعمة تفضلي أنا يعني بحلم أحلام كتير جدا يعني كتير فوق فوق الخيال يعني فوق ما تتصور يا حضرتك ومعظم الأحلام ديت بحلمها وأنا في المقابر أنت أنسة يا نورة لا أنا متزوجة ومعيها بني متزوجة ومعكي بنت طيب تمام طيب كملي أنا سمعيك ويعني ساعات بشوف المقابر مفتوحة ساعات بيبقى فيها يعني جنوفة جبيرة قالت فيها قرون أسفة ما سمعتش؟ نعم ما سمعتش معلش يعني ساعات بتبقى المقابر مفتوحة وحد بيزقني فيها أو أنا بدخل فيها بقراتي يعني وبتشوفي إيه بقى لما تدخلي بقى شوف فمرة شوفت زي كينز كده في القبف ومرة تانية شوفت جموسة كبيرة قوي بس خفت منها ليها قرون وكان فيه فرد الجزمة في قلب التراب بس هنا خفت قوي رح تخرج على طول ومرة تانية بقى زلت تحت الأرض في التراب بزلت تحت الأرض خالف آه أوكي وأنت روحت لشيخ قبل كده يا نورة أو كنت عاوزة تروح لشيخ قبل كده؟ كنت عايزة روح بس ما عرفتش يعني ما عرفتش ولا خفت لا أنا ما عرفتش ما فيش حاجة في قراتي إن أنا روح مثلا لشيخ أو كده تمام كان فيه مشاكل طيب بينك وبين زوجك؟ كان تفصل كتير يعني مشاكل كتير طيب حبيب طبعيني هفسر لك يا نورة شكرا على اتصارك حبيبت أنا سرحت مع حلم نورة صاح؟ لا بس يا نورة بسم الله أولا هو يعني لما حد بيشوف مقابر كتير في حياته بيبقى هو حياته أصلا فيها مشاكل كتير جدا وخصوصا للمتزوجة بتبقى المشاكل ما بتعديش المشاكل بتزيد يعني كل ما تخرجي من مشكلة لأن نفسك دخلت في مشكلة تانية والمشكلة اللي بتدخلي فيها بتبقى أكتر وأكبر وتبقى فوق فوق طقتك يعني أنت بتحسن أنت متحملة ومع بقاش عندك طاقة خلاص أنت تصبري أو تتحملي تاني فده لي علاقة بالمشاكل أن أنت بتنزلي تحت الأرض أو أن أنت بتشوف أنت فهمتي حاجات كتير قوي حواليك لدرجة أن أنت خلاص بقى عندك اكتئاب من كتر ما أنت فهمها يعني دايما كده بيبقى التغافل حلو أن أنت تتناسي أو تتغافلي عن حاجة أنت فهمها بس تعملي أن أنت مش فهمة يعني أنا فهمة بس مش عاوزة أركز ده بيفيدنا كبشر أنت بتركزي في التفاصيل القوي فده بيتعبك أكتر الجموسة اللي شفتيها الجموسة أو البقرة هي سنة كما قيل طبعا في صورة سيدنا يوسف سبع بقرات عجافية كل هنا سبع سمان إلى آخر الآية طبعا فده معناه في سنة في حياتك الجموسة أنت بتقولي كان ليها كورون تقريبا فهي كانت سنة صعبة عليك سنة إلى حد ما فيها مشاكل كتير وفيها تعب نفسي ووجع كتير ليك تعب أعصاب ووجع قلب مش حسن أنت مرتاحة فيها ونفسك أن السنة تعدي وتخلص يمكن أو لعله عسن السنة اللي بعدها تكون أحسن فملقتيش الأحسن في السنة اللي بعدها وبرده ده راجع لتركيزك في التفاصيل فأنت المفروض تتغافلي أو تتناسي مرة وتتغافلي مرات في حاجة حصلت تعديها وبعد كده حاجات تانية كتير تعملي أن هي مش موجودة أصلا عشان تقدر تكملي حياتك في رزق جايلك لكن أنت مش حسن بتعمل حاجة حلوة علشان تعبك النفس اللي أنت فيه والله أعلم يا نورة ربنا سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به يا ربنا بالبلد كده ربنا لما بيدي حمل بيدي كتفي يشيل الحمل ده يعني ربنا ما بيبتليش حد بمرض إذا كان عارف إن الشخص ده هيتحمل المرض أو قادر إن هو يتحمله ما بيديش لحد أو ما بيبقاش فيه في حياتنا بتلاقات بالمصائب إلا إذا كان ربنا عارف إن إحنا هنعديها أو هنقدر نمر بيها ونمر بسلام ما حدش بيموت من الوجع ما حدش بيموت من التعب النفسي ما حدش بيموت من المشاكل لو إحنا قررنا إن إحنا نعديها واقتنعنا إن في حاجة يعني دي حاجة خرجة عن إرادتنا يا إما نرضى بيها عشان تعدي يا إما ما نرضاش وتعدي علينا صعبة تمام ربناك فيك يشرر رؤية يا حبيبتي ويرزقك خير هلهم أمين معنا تصال تاني ألو ألو لو سمعت معي بس رؤية تانية اتوضل اتوضل يا عد رؤية واحد يعني كان من الصالحين يعني مين هو واحد الشيخ يعني هو أول ما قبل ما شوفه قبل ما شوفه قلته في رؤية جامعة والجامعة ده جدامه زي حية ناس فران وابطة زي العساكر ثانية واحدة شارع كلهم مليان ثانية واحدة شفت حضرتك شفت شيخ صالح يعني في حياتك شفتو في مزجد صح كده الأول يعني الأول أنا شفت طبعا الشارع كلهم مليان وبجامعة مكفول طبعا الشارع ده كله واجف فران واطفة زي العساكر وزي الجيش ولفسين وخوزة ومسكين زي الحديد كده معه فران وقفة زي العساكر مليان شارع كلها وما جدرش أخش وماسك عسايا نازل حضروا فيهم وطلعات الأرض سحبت معي تحت الأرض المهم ركبت يعني اللي سحبت تحت الأرض؟ أه حسيت حياة كاتت تسحبني بس مسكت باب الجامعة والسلالم وقدرت أمسك باب السر الحديد بس وطلعت دخلت جوه الجامعة تلقيت القوضة دي الريل من الصالحين يعني بس فهو طلع ساكنه وراح تباح الفاردة تمام خلصت الرؤية على كده؟ آه في رؤية تانية معلش يعني اتفضل تحت أمرك ماشي أنا طبعا رأيت واحد زميلي اسمه ضارج فخضت علي الشجة وراح دخل عندي الشجة فحاولت دخل وضت الجلوسة لما تدخل على الحمام على طول وكانت المدام يعني جاعدة فحاولت يعني أبعد وروح تدخلت وفوت المسافرين قدت الجلوس يعني طبعا تلقيت وجيه وقعد جارة كده شوية واتلقيت المدام كنا بتتميل زي عليها زارة أو بذكر كده نازت تتميل يمين وشمال بس مش عارس اللي خلا دخل الحمام عندي وكان عاوز يعني طلع المدام وقت لارسة كده لسه تاني يعني طلعا حاولت دخله تاني ودخلت العوضة دي تمام وبارك الله فيك في البرنامج الجميل بداعكم ربنا يعزك شكرا وبارك الله فيك تحت أمرك تحت أمرك شكرا على اتصالك بص يا علي أولا الحلم التاني بتاع طارق ده أو الشخص اللي دخل وكان عايز يدخل على زوجة حضرتك فيه شخص في حياتك شخص غير سوي شخص حابب انه يكشف سترك يعني لحد ما شخص مش كويس راجل مش كويس بيدخل بيتك يعني ما حصلش منه حاجة وما حصلش وزوجتك ست زي الفل الموضوع ما لاش علاقة بزوجتك خالص هو اللي عاوز يأذيك يعني هو شخص عاوز يأذيك تمام يأذيك انت كشف السطر يكون ليك انت يعني هو مش 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 لمراتك خالص ليك انت فاخد بالك من الشخص ده وبلاش علاقات معه خالص لو انت عارف الشخص ده في حياتك يعني لو انت لو هو معلوم بالنسبالك يبقى بلاش منه ابعيده عن حياتك واعتزل ما يأذيك والله أعلى وأعلم المنام الأول بتاع رؤية الشيخ الصالح اللي شفته والفران وكان في المسجد وبعد كده هو طلع سكينة وقتل الفارده أولا رؤية السلاح في المنام نصرة وشهادة حق انت المفروض مطلوب منك شهادة حق فيه مشكلة تحصل مشكلة كبيرة المشكلة دي مش شرط تكون خاصة بيك لكن انت طرف فيها يتكون شاهد يا إما يكون ليك حق يا إما هالمفروض ان انت هتتدخل لصالح حد المهم ان انت هتتدخل في الموضوع ده مطلوب منك شهادة حق فيه ناس مطلصصة كتير حواليك ناس كتير حواليك بتتكلم في كل حاجة يعني اللي هو الحقيقة عندكو على المشاعة ده بيبقى عارف فبيعرف ده فالموضوع بيكبر والمنطقة كلها بتعرف كل الحاجات فيه شخص هيحاول يؤذيك او هيحاول ان هو يوقعك في حاجة لكن هيجي حد تاني ويشهد شهادة حق وينصورك عليه ونصرتك هتبقى قوية جدا تمام خرج صدقة للمنامي الأولاني ده خرج صدقة والله أعلى وأعلى او على حسب اسم الشيخ ده هيجي لك رزق يعني مثلا لو هو اسمه عبد الفتاح ففيه فتحة خير دخل عليك لو مثلا اسمه عبد السطار فالمفروض انه فيه هيبقى فيه سطر يعني على حسب اسم الشخص ده هيكون الخير في حياتك وهكذا والله أعلى وأعلم طيب لو حد نكمل رؤية الجنة في المنام لو حد شاف الجن بيدخل بيته مثلا وبيعمله فيه فيه حاجة او مثلا بنقله حاجة من مكانها عايزين يخوفوه فبيعمله حاجات تخوفو بيتحركوا بيحركوا حاجات وهو مش شايف ده بيبقى فيه حاجة هتضيع منه او حاجة بمعنى أوضع هتتسرق منه تمام السرقة هنا ممكن تكون سرقة مش شرط تكون حاجة عينية يعني مش شرط يسرق الكوبية دي مش شرط انه هو هياخد مثلا حاجة من البيت لا هو ممكن يسرق فرحة يسرق حلم يسرق حاجة انت عاوزها حاجة بتتمنيها فتلاقيه هو عملها وهكذا برضو البشر مش الجان يعني رؤية الجان في المنام هم بشر في الحقيقة مش جان ابدا مش ازا ابدا مش سحر خالص رؤية الجان في المنام هم بشر ولكن على حسب المنام وعلى حسب الحالم او الرؤية فبيتشوفوا انت بيحرك حاجة بياخد حاجة ده بيبقى شخص عاوز يسرقك عاوز يسرق منك اي حاجة ومش شرط تكون السرقة دي فلوس طيب لو حد شاف نفسه انه هو مثلا قاعد وبيعلم الجان القرآن او مثلا الجان ده بيقرأ قرآن طيب اولا لو انت اللي بتعلمه القرآن ده معناه ان انت هتنال ولاية هتنال رئاسة على اشخاص اقوياء بمعنى انت مثلا هتكون ساي في شغل وشغلك ده هيكون تحت امرتك او تحت ايدك شغال ناس كتير ناس كلهم ممكن يكونوا اقوية وافضل منك لكن انت بعقل وبدهاء انت خدت المنصب ده منه ممكن لو هو بقى اللي بيقرأ القرآن يعني لو الجان ده هو اللي بيقرأ القرآن ده معناه ان انت هتاخد حكمة من شخص لكن هيكون شخص مش سهل يعني شخص الى حد ما تاخد منه الحكمة وتاخد بالك تفكر قويس قبل ما تعملها لان هو عادة بيكون بيفكر في نفسه قبل ما يفكر فيك او بيفكر في مصلحته قبل مصلحتك انت فلازم وانت لما تشوف المنام ده في حد ادك نصيحة لأفكر الاول في النصيحة هل هي خير لي اصلا ولا الخير جاي له هو وانا ماليش في الموضوع ده او مثلا هيجيني او مش هيجيني منه خير يعني والله اعلى واعلم طبعا طيب لو حد شاف نفسه انه هو مصاحب الجن ورايح وجاي معاهم يعني مسافرين مثلا بيت ماشى معاهم خارج معاهم وهكذا بياكل معاهم ده بيكونوا اهل الاصفار والاصحار بمعنى ان انت بتقرب من ناس ليهم علاقة بالجان في الحقيقة ناس ليهم علاقة بالعلوم الخفية اللي هي المورقيات موراق الطبيعة الحاجات اللي مش مرقية بيكون بيكون لحد ما الشخص اللي انت عارفه ده شخص ليه علاقة بالحاجات دي او بالجان بالتسخير الجان والحاجات دي اعوذوا بالله من شيطان الرجيم طيب معنا تصالوا بعد كده نكمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا هبة الحمد لله عندي عندي احلام صغيري اتفضلي بس علي صوتك انا احلامت كأن انا نايمة متغطية بكفرتك كده كأن فيه فارس صغير معي جوه جوه الغطة وعمالي اتنطت كده وانا مرعوبة جدا منه فانا كأن مسكت بين صابعين كأن مسك بيض من جان جدا وارفل منه بس انا عملا عبرت عشان موته وكأن موته بس ورحت الزقلة تحت السرير الثاني في القوضة كده بس كأن ما ماتش يعني مش يعني كنت قايمة خايفة جدا من الحلم تمام بس بالحملة اولا اكملي حاولت تحت امرك انا حلمت برضو حاجة هو حلم بسيط جدا بس يعني كأن انا دبنمت كده كأن شفت كذا بقرة او جاموسة بس رعبتها طويلة قوي وكأن ها ملفوفة لفوق يعني شكلها مش طبيعي خالص شكلها غريب كأن رعبتها طويلة زي الظرافة كده وملوية على فوق كده تمام بس هو الحلم بس حواضر ياهبة عيوني افسر لك حبيبتي شكرا على اتصالك ياهبة اول منام ياهبة انا نسيت اسألك ياهبة انت أنسة ولا متزوجة فانا عفصر لك على الحالتين متزوجة وأنسة الفار في المنام عدو الفار عدو ايا كان شكلته فهو عدو فانت لو متزوجة فالعدو ده حد بيدخل بيتك بي يعني متلصص اوى على حياتك شايف حياتك حياتك مكشوفة عليه الى حد ما عارف اصرار كتير عنك فده بيطلع ينقل عليك يعني بيسمع منك وبيشوف الحاجات اللي عندك ويطلع ينقلها الحد تاني فاخد يبالك الشخص ده انت لازم تخرجي برا حياتك لانه هيعملك مشاكل كتير الفترة اللي جاية هتحاول تتخلص منه لكن العالم تتخلصي منه هيكون هو تسبب فأزة كتير ده لو متزوب لو أنسى ففيه ارتباط والارتباط ده مش هيكون حلو خالص مش مناسب ليكي وهيكون شخص غير سوي شخص مش كويس أخلاقيا أصلا مش كويس والله أعلى وأعلم الحلم التاني بتاع البقرة أو الجاموسة اللي شفتيها دي سنة من سنين عمرك بتتمني فيها حاجات طلبتي فيها حاجات كتير وأمنيات كتير ودعيت كتير لربنا فيها ولسه اللي أنت دعيت بيه ما تمش هي لحد ما سنة طويلة عليك يعني أنت حسيت بطول السنة دي أو سنة كسيفة جدا عليك من كتر المشاكل اللي حصلت فيها من كتر الحاجات اللي كنت بتتمنيها فيها ومحصلتش لكن أبشري بالخير والله أعلى وأعلم فضحكت فبشرنا طيب إحنا قلنا رؤية الجن لو شفت نفسك ماشي معاه ومصاحبه ده أهل الأصفار والأصحار وده بيكون المنام ده مش حل وخالص إلى حد المنام مش خير لأنك بتبقى في حياتك العادية أو في أيامك العادية أنت مصاحب ناس كده فمصاحب ناس بيعملوا حاجة زنب كبير طيب فيه كمان لو أنت شفت الجان ماشي معاك أو في وسيلة مواصلات ما لازمك في وسيلة مواصلات ده معناه أن أنت فيه فيه سفر فيه سفر بس السفر ده هيجي لك كده اللي هو من الهواء زي ما بنقول مش على بالك أو مثلا ما كنتش بتفكر فيه أن أنت تغير شغلك أو تروح مكان تاني فجأة يجي لك سفر برا المكان اللي أنت فيه برا مثلا المدينة أو برا الدولة ويكون السفر ده فيه حركة كتير وفيه شغل كتير وفيه رزق وهكذا والله أعلى وأعلم طبعا معنا تصول ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا سعاد إذا أفسر حلمي أختي جاءت أندي عليها عشان أبويا هيشتري لحاف ورحت معا عشان أشتري لحاف 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 لأختك لا أختي ندهت علي عشان أبويا هيشتري لي أنا الحاف آه آه تمام ورحت أشتري رحت معا ندهت أشتري لحاف أخفية رحت لحاف أخفية ورحت أجب من واحد ثاني تخين جمش تخين تمام ورح يا أبويا جل أنت رح للنوع والزين وتشتري رحت تايب سو أنت متزوجة يا سعاد لا أنا تمام رحت لقيت عباي أنا عجبتني عليها زي كوروك خلساية كده تمام كميلي رحت أنا عجبتني ومشتري هاش مشتري هاش أوكي طيب حاضر يا سعاد تابعيني هفسر لك شكرا على اتصالك يا حبيبت في عريس يا سعاد أبشري في عريس والعريس ده هيكون متقدم لك حد وبعدين مش هيعجبك فهيتقدم لك حد تاني وتبقى أنت اللي عاوزاه غير اللي باباكي عاوزه لكن باباكي في الآخر هيوافق على اللي أنت عاوزاه يعني هيرضب اللي أنت بتتمنيه أو اللي أنت اللي عجبك يعني الشخص اللي عجبك تمام وهيبقى فيه اختيارات ليكي أبشير يا سعيد والله أعلى وأعلم ربنا يا حبيبتي إن شاء الله يرزقك خير الرؤية ويكفيكي شرها طيب إمتى الجن بيبقى برضو فيه خطفي فيه سرقة وهكذا لما بيكون بحس أن إحنا شايفينه إلى حد ما عاري تمام أو مكشوف سترو تمام كده ساعتها بيبقى فيه فيه زنة فيه سرقة فيه خمر يعني اللي هي الكبائر اللي بتحصل في حياتنا كبائر الشخص اللي بيشوف المنام ده بيشوف مثلا الجن عاري أو بيشوف إنه هو كان فيه علاقة في المنام بينه بين الجان ده بيكون شخص في الحياة الطبيعية عمل حاجة من الكبائر عادة لما بنشوف المنام بيتفسر على حسب الزمن اللي إحنا فيه والوقت اللي إحنا فيه وحياتنا وهكذا فإحنا مثلا الطبيعي إن إحنا الجان مش طبيعي التعامل معاه فلما تشوفه في المنام بتتعامل معاه تبقى حاجة غريبة طبيعي إن إحنا مثلا مش بنتجوز من الجان فلما تشوف في المنام إن إنت تجوزت من الجان ده بيبقى حاجة غلط حصلت في الحقيقة لأن هي مش طبيعة تحصل طيب معنا تصد ألو ألو اتفضل يا نادي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألوك يا أستاذ الحمد لله يا حبيبتي تفضل الله يخليك يوشي أخي حلمت إن أخوها ادعى بنتلون لون وبوني وقال لها اتنين قال لها إيه اتنين ادعى بنتلون لون وبوني وقال لها اتنين آه ألو تمامي حبيبتي معاك آه وبعدين هي خليت البنتلون قايت له دماثني قال لها أنا بقول لك اثنين بس كده أختك متزوجة نعم أختك متزوجة لأ نسا تمام في حاجة غيرها بقى بس لك شمحت لي اتفضلي ألو اتفضلي أنا شفت شفت الفلان فريد شوقي آه يعني والحلم كان طويل شفت الفلان فريد شوقي وشفت الفلان أحمد عزمي هو دا اللي أنا افتكرته من الحلم وبقيت الحلم حدثت بسيكو آه فريد شوقي وأحمد إيه عزمي أحمد عزمي أيوة شكرا تمام حبيبتي حاضر تبعيني هفسر لك عيوني لكي شكرا على اتصالك الحلم بتاع أختك فيه عريس والعريس لحد ما مش هيعجبها أو مش هيكون زي ما هي بتتمنى لكن أخوكي هيكون أو أخو أخو صاحبة المنام هيكون موافق عليه جدا ومقتنع به جدا وهيحاول يقنعها وإلى حد ما هيكون فيه إرغام يعني هيرغمها عليه لأنه شايف إنه دم في مصلحتها يعني إلى حد ما هو شايف إنه مصلحتها مع الشخص ده والله أعلى وأعلم فنفكر برضو مع بعض وإن رأيكم شورة بينكم المنام التاني أنت فيه في حياتك حاجة أو نفسك في حاجة معينة يعني شد عزمك كده عليها عاوزة تعمليها ونفسك تعمليها وتكون حاجة ما حصلتش حاجة فريدة من نوعها حاجة إلى حد ما ما حدش عملها قبل كده بتتمني إنها تحصل كده والله أعلى وأعلم ربنا يا رب يرزقك اللي بتتمنيه وتحقق إيه يا رب اللهم أمين طيب الساعات برضو الجان بيكون على أو مثلا دليل على بدع بتحصل في حياتنا زي ما قلنا اللي هي كشرب الخمر أو مثلا الزنا والحاجات دي أعوز بالله يعني منها في حاجات تانية في حاجة تانية لو شاف نفسه لو الراجل هو اللي شاف إنه هو تزوج من الجان ده بيتجاوز ست إلى حد ما أخلاقيا مش يعني مش كويسة فيعني اللي هو لو هصلى صلاة استخارة وشاف إنه هو تزوج جان فيبقى بلاش منها لو هو داخل على زواج ولو الست برضو شافت إنه هي لو البنت شافت في المنام إنه هي تزوجت من جان وهي أصلا من صلية استخارة على العريس بلاش منه فيه كمان لو الراجل شاف إنه هو اشترى جان في المنام أو مثلا راح يشتري أي حاجة أي أن كانت الحاجة دي وتقلبت لجان هيحصل مرض في حياته والمرض ده هيكون قوي وبيكون ليه هو في الغالب المرض ده بيكون ليه هو طيب لو شاف لو حد بقى شاف إنه هو رزق بولد من الجان ده شخص هيرزق بمال ده فين بمعنى إيه مال ده فين إنه هو مثلا رزق ما كانش عامل حسابه هيجيله مثلا ورس من حد ميراس من حد معين الميراس ده هيكون هو لا عامل حسابه ولا كان مستنيه أصلا بس هو جاله كده ممكن مثلا يجيله شغل أو يجيله فلوس من شغل برضه هو ما كانش متخيل إن الفلوس دي جاية أو إن الشغل ده هيجيب الفلوس دي أو هيكون فيه الرزق والمكسب ده طيب لو الملك أو مثلا حد ليه سلطة وليه مكانة ليه كلمة على ليه مرقوسين كتير تحت إيده أو الناس كتير بتشتغل تحت أمرته وتحت إيده شايف إنه أمسك أو مسك جان ويسيطر عليه ده بيبقى الشخص ده بيسيطر على مكان كامل وبيسيطر على عقول الناس اللي حواليه بيسيرها زي ما هو عاوز يعني مثلا إنه هو بيخلي الناس اللي حواليه كلهم شغل أو غير شغل بيبقوا ماشيين تحت أمره طيب معنا اتصال ونرجع نكمل أهلو أهلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا مونة والله هو أنا حلمت إن المشهر في مكان خضرة ومية كده ونخل كتير وبلح أحمر وباكل منه وبقول لهم البلح ده طعم وحلو تاكل منه وفضلت نجد من الأرض بلح واخد مشهرش أيدي يعني تمام متزوجة يا مونة ايو صوتك صغنان كملي باش هو كده الحلم بعدمش حكم عندي كولاد لا طيب أبشيري بقى طبعيني حبيبتي هفسرلك شكرا على تصوالك أبشيري يا مونة في ولد في الطريق إن شاء الله في حمل والحملة هيكون بأمر الرحمن يعني المنام فيه ولد تمام وفيه رزق لكن الرزق محتاج صدقة يعني محتاج أن أنت تخرج صدقة علشان الرزق ده يجيلك صدقة لطلب الرزق أو صدقة لطلب الحاجة لأنت بتتمنيها تمام لك زيارة لطبيب قريب جدا والزيارة دي هتكون فيها بشارة خير أبشري والله أعلى وأعلم طيب قلنا لو حد في الطبيعي وفي العموم لو حد تملك من أي حاجة ما بيقدرش تملك منها في الحقيقة فده بيكون خير جدا يعني اللي يتملك في المنام من جان أو يتملك من أسد في الطبيعي إحنا ما بنربيش أسد فلما تقدر أنت تربي يعني ترود أسد في المنام أو مثلا تكون قادر تحكمه وقادر تسيطر عليه فدي حاجة حلوة جدا مثلا حد شاف أفعى أو شاف تعبان كبير جدا وقدر أنه هو يرواده ويسيطر عليه ويخليه تحت أمره ده أنت بتخلي شخص معين في حياتك الشخص ده قوي له كلمة مسموعة قادر على الأذى لكن مش هيقدر يأذيك مش هيقدر يتغلب عليك مش هيقدر يكون قوي عليك أو يستخدم قوته ضدك بمناسبة اللاجان بقى أو الحاجات اللي هي القوية اللي بنشوفها في حياتنا أو الحاجات اللي إحنا ما بنقدرش نسيطر عليها كمان الزئب المفروض أن الحيوانات المفترسة رؤيتها مش محمودة قوي في المنام وتبقى رؤيتها صعبة هنكمل الزئب بعد الاتصال العجول دي مع الموتة كثير بتجرب ورحة بفكت وجلت ورايا لأ مش سمعك يا محمد معلش قول تاني كده ورحة دي فكت وجلت ورايا أوك تمام متزوج يا محمد متزوج لا ابتبعني يا محمد هفسر لك حاضر ابقوا على صوتك يا جماعة ابقوا على صوتك عشان أسمعكم أولا يا محمد العجول اللي شفتها أو الحاجات دي سنين في حياتك تمام فأنت سنينك بتجري وبتعدي وأنت لسه مثلا تحس فجأة أنت أنا عمري عادة من غير مرتبط أو من غير معملي اللي أنا عاوزه تمام محل الجزارة أو الأسلحة اللي بتبقى في محل الجزارة اللي هي السكاكين والحاجات دي دي قوة فأنت لك انتصار أو نصر على حد ظلمك إلى حد ما أو حد أنت شفت منه حاجة مش حلوة فقضت أمرك لله بقى حزبنت عليه فحقك هيجي لك قريب جدا وهتحس أن أنت انتصرت قوي على الشخص ده واتجاوز يا محمد اتجاوز والله أعلى وأعلى طيب نكمل رؤية الزئب الزئب من الحيوانات المفروض أنها مفترسة جدا والمفروض أن هي حاجة قوية ما بنقدرش أن إحنا حتى نشوفها أو نتعامل معها ده في العموم في الطبيعي في المنام بقى لو شفنا زئب لو مش بيهاجمنا تمام يعني الزئب اللي هو موجود بس مش بيهاجمنا ده بيكون شخص وفي جدا في حياتنا شخص حماية قوي لنا شخص هيقف معانا في مشاكل كتير قوي ولو وقعت الشخص ده هيقف جنبك لأن الزئب هو الحيوان الوحيد اللي بيحترم ده يعني الزئب هو هو الحيوان الوحيد اللي بيرعى أمه وأبوه هو الحيوان الوحيد اللي ليه ولاد عارفين يعني هم عشائر كده طبعا قصة الزئب المعروفة هو الحيوان أقوى حيوان في الحيوانات اللي موجودة كلها فالزئب لو شفناه إنه هو واقف أو مثلا موجود في البيت معانا لكن ما بيخوفناش أو إحنا مش هيبين منه الزئب شخص وافي جدا شخص هيحمينا شخص هيقف جنبنا وهيسندنا وإنه إحنا نقدر لو ملنا عليه مش هنقع اللي هو زي ما بنقول كده ضهر وسند يعني إيه المصطلحات دي حاجة كمان لو شفنا الكلب بقى في المنامة التفسير الشائع إن الكلب عدو ومؤذي وإن هو حد بيعدينا وحد بيتكلم علينا وهكذا لكن ده مش مش في العموم الكلب لو هو جر وصغير فده طفل يعني أطفال هيكون لنا من الأطفال الزرية صالحة كتير لو الكلب ده في فرق طبعا بين الأنسة والذكر في الحيوانات زي البن قدمي بالصبت الكلب كمان بيفرق إن هو لو مثلا الكلب ده هو هو معناه إن شخص بيرمينا بالكلام يعني هو بيأذي بس أذا كلام مش هيقدر يعمل أي حاجة تانية مش هيقدر مثلا يأذينا أذا قوي لأ هو بيتكلمه بس هو شخص ضعيف فبيتكلم علينا من ورانا وبس نعادة الكلب لما بيهوه وبيهوه من ورانا وبيهوه عشان هو خايف تمام طيب لو الكلب ده بقى إمتى نقول إن الكلب عدو لو الكلب أزانة لو الكلب عدك لو الكلب ده بيبقى حد هيأذيك أذا قوي جدا لو الكلب ده نزع عنك الملابس ده بيبقى حد عايزك شف سترك طيب لو الكلب ده ماشي جنبنا ما بيعملش حاجة ده معناه إن فيه شخص فحياتنا حارس شخص بيحمينا شخص واقف جنبنا زيه زي الزئب بالضبط لأنه تقريبا نفس الفصيلة مش عارفه من نفس الفصيلة ولا لأ بس هو برضو بيكون شخص وافي جدا في حياتنا لو ماشي جنبنا الكلب بقى لو هي حتى ماشية جنبنا أو عملت أي حاجة أو هي جاي أصلا بتكلمنا وكويسة جدا في المنام الكلب وحشة جدا بتبقى امرأة سيئة السمعة بتبقى امرأة حاسدة امرأة حاقدة ولازم ناخد بالنا منها جدا بتبقى ست مؤذية وست أزهة بيطور يعني بتفضل تأذي طول الوقت مهما سامحنا بتأذي ومهما هي تأسفت واعتذرت ومهما هي رجعت عن الأزدة برضو بترجع تأذي تاني تمام انتهت حلقتنا يارب تكون الحلقة كانت مفيدة يارب نكون كنا خفيفة على قلوبكم كان معاكم سامحي العجمي في شفت منام ان شاء الله الى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الرحمن باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة